طبعاً أنا كنت أكلم حضراتكم أنه فيه دور محمود لوزارة الزراعة تجاه الاحتكار وثقافة الاحتكار وهو ده الخبر اللي هيأكد كلامي أنه هذا الخبر بعنوان الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام احتكار السلع الغذائية وده الكلام اللي أكده عايزة دينا مستيد وزير الزراعة أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام احتكار السلع الغذائية الأساسية ويتم مواجهة كل من تسول له نفسه في التحكم في مقدرات المواطنين وقال أبو ستيت أنه تم توجيه رسالة شديدة اللهجة لأصحاب ثلاجات البطاطس الذين تسببوا في الأزمة الأخيرة مضيفاً أنه تم إعطاء أصحاب الثلاجات تحديداً ثلاجات البطاطس مهلة زمنية حتى أول ديسمبر المقبل وده طبعاً لطرح ما لديهم من مغزون لاستقبال المحصول الجديد للبطاطس والذي سوف تظهر إن شاء الله بشائره في شهر نوفمبر المقبل عشان كده بقول لكم ما تقلقوش أبداً طول ما فيه رقابة طول ما فيه قوانين فيه حاجة برضو أنا فاكرة إن إحنا عملناها كويس قوي وشفت إن إحنا يعني عندنا زكاء كده قوي زكاء استهلاكي لما غلي شوية أسعار البيض ابتدى يغلى شوية قطعنا وكانت الدنيا حر وفيه نسبة كبيرة جداً من الناس قطعت الدنيا حر فالتجار لقوا إن البيض بيبوز وإنه قفت الاستهلاك بتاعتنا قلت فبالتالي جيروا يروحوا مخفضين إلى حد ما أنا نفسي نعمل كده خلي عندنا ثقافة الزكاء والاستغناء الاستهلاكي